اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة امي ما بدي ااخد لك واحدة يقولوا الناس انه بدلنا غزلاننا بقروض يا امي نحنا ليش هيك عم يصير فينا لك يا تقبر قلبي شو اللي عم يصير فينا كل الناس بتخطب وبتفكس بعدين الحرمة فينا بتدور مية ألف بيت وبيت لتخطب لعبنا والأخير نصيبه بيكون لزق بابل والبنت كمان بيخطبها مية ألف واحد من أهليتها وآخر متاخر بيكون نصيبة بآخر الدنيا يا امي انا ما عم بحكي عالخطبة والاسم والنصيب لك انتوقر عم بحكي علينا نحنا كعائلة شبها عائلتنا ميش وبتشكي امي اذا ما بتعرفين احنا عايشين ودماتنا على كفنا ومبارح بالنيل اذا رجعنا بشو زي اليوم ما نرجع يا فضائل الله والنبي قولي 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 القاسي راسي قولي علام كيم دروي الشبكي شو شبني قولتيني بسد ميت حي قوليش بقى شو قوليش بقى لك اختي انت عم تقولي انه بيت ام حمدي اهل الاسامية ما قالوا لك وقفي الخياطة اي والله ما جعبوا لي السيرة واطعوا لي اتعل امائي يعني معناته انه الجوازة لسها تقيمة طبعا ولاش لا تفكس لا سمح الله ام سمح ام سمح ابوس ايدك رقزي معي رقزي معي لك شبكي احكي هلا قليلي ايه بتا اخير مرة شفتي ام حمدي ولا السامية صبلي مدين يعني على موعدنا يعني ما حدا بعدك اتخبر او سمعي او قلق وقفي الخياطة على مهلك تفقدي لا 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 ابدا طيب لا ايجيكي مبارتاني قولتك وينهم هلا يا ستة ما انتي انا زمعتني الزهزهان مرة عبتقول انه طالقين على حلب اللي عند عمت ابوه يعني الزيارة ولا جوازة لا لا زيارة وبالعلامة قالت لي انه عمت ابوه اللي بحلب ما عنده غير منتو حيدي يا حبيبي دعوا اسمعوا ومطموك لك والله لو كانوا رايحين على الحج وزوروا النبي ويعملوا عمره كانوا رزق والله ايه بعتلي حم على هالجيال جاي وجايبي معي التفاصيل لك دخيلك على شو تسرعنا بالفورة على الجماعة لك انو جماعة يو اهلي العروس لك اختي لك شبه هون لك نطفطيلي قلبي وفقاتيلي مرارتي لك يا بدريا يا بدريا البني ثلاث جوازة ولاد اهلي ولسها عمتخيط التفاصيل وما تغير شي شو عم تحكي انتي متين عم تسمعين لك منو اللي قال ان هار جوازت شو بيعرفني انتو مني جبتوا الاخبار انا ما بعرف لك مون تلي قلتلي انا ان شاء الله بتنقلق والي وين طبخ باري اذا طلع مني على الحكي حرام عليك انك بدريا لكم مين اللي قال انو نحنا بطلنا هار جوازة وما عد بدنا ابنكن وفي عريس جديد اخنا من ابني مين ياي 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 هببتلي بدني ما تقدر اسمعي اختي ما تقدر ليش وقفتي ليش وقفتي مكرا بتلبسوني القصابة تحطوا ما بظهري وانا منعصني لك هلا موهاي للمشكلة بلبس ابراسي انا بس الموم ترجع الميلة مجارية امي ليش كتر هالاسئلة في شي جديد لك امي ما في شي بس يعني يعني ما بحرف شو اللي عم بيصير طيب وانتي شو بدك باللي عم بيصير اذا موضوعه خلصنا منو لك ابني قال يا جاري خانقني وخلي للصلح مطرح امي صاير شي لأ امي مو صاير شي بس يعني انا عم قول لحالي يعني هنى لحد هلا ما بعتوا لنا خبر انو ما بدوني انا اي اي شو اي يعني هل انا بس دي افهم اخوه ظافر ليش رح لعندون وتخانق مع جدالة البناء وانا شو بعرفني ابنك ظافر وبتعرفي كتر غلبي بحب المشاكل طب ليش لا يقضي ويمضي من اعلو امي اماني برأبتك في شي إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل عملا صالحا فانه يتوب الى الله متابة صدق الله العظيم يا الله ويمكن يا أبلاد يا رشيد اهلا يا أبي اهلا يا أبي اهلا يا أبي اذا تختر اخذر سلمك يا أبي اخذر سلمك يا أبي حمدي يا أبي حمدي رجاء تخطك سامية تعال تراها يا أبي رجاء تتشوف يا أبي 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 تحبي؟ آي بحبه سبحان الله نفسي رتحت له طيب كيف بتعرف البنت؟ أنه هذا الشاب منيح يملاق قلبه بإلا سامية لكن هلأ مو بيقولوا أنه القلب أعمى؟ أعمى الضرب إن شاء الله لعاتي قلبي شو بديه؟ هلأ بركي هي حبته وأعلى ألا لا أعمى الضربة؟ أعمى أعمى لا أعمى لا أعمى أعمى الضربة؟ أعمى 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 انتوا ليش سبعتونا للجماعة وبطلتوا هالجوازة لك يا مو نحنا ما سبناهن ولا بطلنا هالجوازة هن اللي ما عادوا ردونا خبر ولا عادوا استقبلونا طيب انتي لما رحتي خطبتي على البنت هن نقالولك انه هن نموافقين على هالجوازة ولا انتي هيك حسيتي لحالي لا ايوك يا مو شو حسيت لحالي هيك شغلات ما بتنحس لما بيصير فيها كلام وتفكير وقول الرجال طيب الرجال شو قال جدة الزعيم قال منعطيكن البنت بدون نقد بنوب ودق على صدره بعدين يا مو ابوكي وجدة صدق من زمان من على زمان جدك تاجدين وجدة الزعيم رجال رجال ولا رجل كرسي يو شوفوا على هالحكي لك يا بنتي ازا في زلم ومراجل بالشام بينعد منه طيب هن قالو لكم انه بطلنا هالجوازة ها يا مو هن نبعتو لكم الخبر انه بطلنا لا امي ما بعتو الخبر لكن شو عرفكم انه الجوازة فاقسة اخوكي ظافر اخي ظافر شبه هو اللي قلنا انه فكسوا لجوازة وهو شو عرفه هلا اتذكرت صحصح طيلي راسي لك يا مو ظافر راح لعند الجد قام قالو بطلنا هالجوازة وهو ليش لحتى يروح لعنده وكيف فات لعند الجد ايوه هون حطنا الجماد لا يا عمو هون خرب القصة الجماد امي هالحكي ماعد إلو لزنو ابوكي وابو داغير واصل بيناتهم للشيطان الرجيم ابوكي واباوكي وابوكي و точ امي ومرو wärدل شامل 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 percent say